المعارك العنيفة تتواصل في مديرية كشر بمحافظة حجة بين مقاومة قبع الحجور من جهة وميليشيا الحوث التي تحاصر المديرية من جميع الجهات أعنف هذه المعارك تدور في شمال وشمال شرق مديرية كشر وبالتحديد في العبيسة والمندلة حيث شهد أداء مقاومة حجور تطورا خلال مرحلة الأخيرة من الدفاع إلى الهجوم وسط أنباء عن هجوم شنه هؤلاء المقاتلون للسيطرة على جبل شنف الواقع إلى الغرب من العبيسة رد فعل الميليشيا كان هستيريا فقد كثفت قصفها العنيفة على قرى ومناطق أطراف مديرية كشر وبلغ بها الأمر حد إطلاق صواريخ باليستية تقول مقاومة حجور إنها بلغت ثلاثة صواريخ استهدفت منطقة العبيسة على وجه التحديد دون أن ترشح معلومات حول نتائج هذا القصف وضحاياه من المدنيين والممتلكات يأتي ذلك فيما يواصل الحوثيون هجماتهم على العبيسة ويركزون هذه الهجمات على محيط حصن المنصور الاستراتيجي في محاولة يأس لاستعادته من مقاومة حجور تمهيدا لاقتحام مديرية كشر المعارك تحط بالمديرية من جميع الجهات في إطار خطة منسقة من قبل ميليشيا الحوثي لتضييق الخناق على مقاومة حجور التي نجحت في منع تقدم الميليشيا باتجاه كشر وكسر الهجوم لها على جبل الحديتين والقيم وتمكنت من استعادة السيطرة على أجزاء من جبل العصابة المحاذي لجبل صمعر جنوب موقع المندلة وخلال اليومين الماضيين شهدت الجبهة الجنوبية لمديرية كشر هجوما عنيفا للميليشيا على جبل العرام وجمانا وبنيشوس التي استعادتها المقاومة مؤخرا وعلى صعيد متصل نفذ طياران التحالف عملية إنزال هي السادسة لدعم مقاومة حجور شملت مواد غذائية وطبية وذخائر للمقاتلين القبليين فيما شنت المقاتلات غارتين استهدفت نقطة تجمع للميليشيا في وادي مور شرقي المندلة تتكرس مديرية كشر كجبهة مواجهة عنيفة بين المقاومة الوطنية وميليشيا الحوثي في وقت تحدث فيه الناطق باسم تحالف ما يعرف بدعم الشرعية عن تغير في استراتيجيات المعركة تستهدف تعزيز التحول المهم في الأداء القتالي لمقاومة حجور ودعم هؤلاء المقاتلين إنسانيا وعسكريا وقطع خطوط إمداد الحوثيين